سماحت الشيخ قول السائل إني معتاد على صيام الثلاثة أيام البيض من كل شهر فهل زيادة الصيام في رجب وشعبان عن هذه الثلاثة بدعة أم ماذا أفتونا مؤجورين رجب ليس في خصوصية من جهة الصيام ولكن حبا سيصوم نتيب والغميس مع ثلاثة أيام من كل شهر هذا خير العمل أو يصوم يوم ويهطر يوم أو يصوم يوم ويهطر يومين من جميع الشهور كل ذلك حسن لكن ثلاثة أيام فيها بركة ثلاثة أيام من كل شهر فيها بركة ما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر وأوصى أبا فريرا وأبا الدردى من ذلك ثلاثة أيام من كل شهر وإذا كانت أياما فيه ثلاثة عشر والرابع عشر والخامس كان أفضل والحنوه هيها ارتفاعي أما رجب فلعش فيه عباد خاصة سوى العمرة كان السافي اعتمم في رجب وذبت عبد العمر أنه اعتمر في رجب وبعض الصحابة أنكر أعتمم في رجب وذكر من سينين وذكر من رجب رحيم الله في اللطايف أن السلف كان يعتمم في رجب وذكر ذهن عمر وبعض الصحابة نام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر